ميلا نومة ماذا ذكرت بالميلانومة هلأ؟ الميلانومة هو ورم بيربع على خلية اسمها الميلانوسيت ممكن تكون موجودة عشامية أو تفرخ بجلد لأن بجلد نحن عنا ميلانوسيت لذلك نتذكرها بها الأيام لأن الشمس رجعت تزورنا بقوة تأزي الشمس تزيدها الشمس على لزيون على الأشياء أنسيجة معرضة لميلانومة بتخليها تتحول أسرع لذلك لازم نحفظ كل الشوامل اللي بجسمنا إذا ما لازم تنشيل من أشاعة الشمس ونحفظ جلدنا إذا معرض للميلانومة ولازم كل طبيب للعائلة ينبه العائلة يلي جلد كتير فاتح أو أحمر أو عندهم تشدر وصير اللي معرضين يعملوا حماية كاملة وبفضل ما يتعرضوا لأن أكتر وأكتر الكوش الأوزان عم بتخيف وتعرض للإلترافيولية عم بيكون شريس كتير وعم بيسبب تحول للميلانومة وعننا كتير نسبة ميلانومة علييني بهالفترة ليه علييني بهالفترة؟ بدأ تعلى بعد أكتر كلما الأوزان بدأت تخيف والتلوث الإشعاعي عم يكبر كلما جلدنا بدأ يكون متأثر خصوصا نحن معنا الكولتور الواضحة أنه بس ننزل على البحر ونقعد بالشمس نعمل بروتكشن كاملة لجسمنا ونحط إكران التوتال هاي شغلة كتير مهمة حتى على الجسم؟ على الجسم، الجسمه معرض خصوصا بالعائلات اللي عندهم ميلانومة كيف نعرف إذا العائلة فيها ميلانومة؟ في عنا فوق المئة وعشرين عائلة بالبناء هذي العارفين فيهم منلاقي أنه بزيت العائلة بالقليلة أربعة أو خمسة عملوا عمليات وعملوا ميلانومة وللأسف، عملوا عمليات شو عملوا عمليات لأنه في شائلو شيء معين بجسمهم وهلأ لحن نذكر وين ممكن يطلع الميلانومة؟ الميلانومة مش قصيت بس أنه نطلع للشمية وشلطة مش هدا الميلانومة هدف اليوم نوصل الرسالة واضحة في مناطق ممنوع يطلع فيها شمية إذا طلع شمية على العين من جهة الميكوزة من جوها هاي ممنوع تضل كيف يعني جهة الميكوزة؟ على مرات عبيض العين بيكون في شمية مظهور، لازم مع طبيب العين يدرسها ويشوف إذا بدا تنشه آآ يعني بقلب العين هوني مثلا على البيان نعم وعلى الجفن من جهة جوها كل شمية بتبين على الأغشية المخاطية الجسمية وعلى الجهة الداخلة بالفم مثلا كتير مرات بيجي لعنى عند صبية بمنطقة مهبلية منطقة شرجية على المخرج ما لازم هاي نفكرها أولا بواسير ونعالجها لبواسير لأن كتير خطرة شمية لربينة لجوات مجرى المخرج بالكنال الأنال جمالا هاي بتكون ميلانومة لازم تعالج من أولا عند صبية أو ست تلاقي شمية بالمنطقة لجراند ليفر أو على الفاجان هيدا ميلانومة لازم هاو دايما ينشيلو وبدأ اذكر لو كنا عم بلش حلقتنا شمية ممنوعة تبقى بالجسم هي شمية تكعب الإجر هاي الشمية شريسة بطبيعتها وبتتحول فوق السبعين بالمئة لميلانومة لازم تنشيل موقت ما من شوصة أكيد هلأ شو هي الشمية الخطرة يعني نعم إذا ما نطلع كل واحد عحاله كنت عم بسألك تحت لوعة الشمية أنا بعرف أنه هلأ نحن عم نحكي في ميات عم بيجيش لحو من أجون يتطلعوا على كعب أجون أنا هلأ موافحة لأنه على الهواء مش عم بتطلع بس رح عملها أول ما نخلص لها كيف أنا نعرف إذا الشمية خطرة أو لا ما فينا نروح نشيل كل الشميات ما فينا نشيل الشميات كل واحد عنده ميت شمية بجسمه يعني كل شمية بتعرض لخطر لازم تتعالج قبل ما تعرضنا للكارسي الميلانومة بس يستفحل بالجسم مرض خطير لازم قبل ما نوصل له نعالجه ميلانومة هو سرطان يعني حتى نفسر ما هيك من زمان كنا نسميه ماليقننت ميلانومة هلأ صلنا نسميه ميلانومة بس نقول ميلانومة يعني دخلنا بالماليق ناسي يعني صار سرطان بفي ميلانومة يعني غير خبيثة بفي إلا خبيثة نيفوس يلي هو الشمية وعدة نيفوس بيصير اسمه نيفي هؤدي بيكونوا بعضهم بالوضع الحميد بس يقلبوا ندخل بالميلانومة فإذا ممكن واحد ما عنده شمية تكبر بطريقة غريبة يصيروا اطرافة يتغير منظرون تأخذ ألوان متعددة هوا كل شيء اللي عم بذكرها هي علامة مش حلوة هي معيار نعم خطاع تعطي تجرحات والتكرحات فائشة على الورام تكبر بسرعة تعطي تقلل طرفي ألوان متعددة وممكن بعيد عنها تعطي فزات جلدية نسميه سكيب ليجن بهذاك وضع ما لازم ننطور ونقول هاي شمية حلوة وعم تكبروا وليك شو حلوة هالشمية ما لازم حلوة أبدا هاي لازم دغري تنشيل من الأول في فرق بين الشمية اللي بنخلق فيها والشمية اللي بتطلع بعدين في فرق كتير كبير الشوامل اللي بنخلق فيها في منهم كتير بسيطين في منهم بالأول ما بيعملوا مشاكل بعدين بيعملوا مشكل مشكلة الشمية خلقنا فيها معناتها شمية بريئة كل الحياة لذلك لازم نشوف مع طبيب الجلدة اللي بيهتم فينا وإذا قرر بيحولنا كجراحين لأن لازم تنشيل هذه الشمية أنا بدي شدد على كل شمية بمنطقة خطرة الشمية بمنطقة خطرة مش هي الزيتة عند الصبية وعند الشاب المنطقة الخطرة هي المنطقة المعرضة للاحتكاك الدائم كل شمية معرضة للاحتكاك الدائم بعد خمس إلى عشر سنوات بتقلب لميلة نامة يعني شو احتكاك دائم؟ شاب عنده شمية براسه وعنده شعراته ماشي الحال يمكن بس بيحلق راسه لأن في هالأيام ده يحلق راسه دكر وعن بيجراحة كل ما بيشيل لا لا هذا شي غلط لازم يشيلها للشمية ما فيه يترك حتى لو كانت على سطح الجلد لازقة يعني مش ضرورة تكون طالعة يعني فيه نتوء للشمية أنا بقول إذا الشمية بمنطقة معرضة للاحتكاك فليسأل طبيبه حتى يعطيه نصيحة إذا بده شيل أو لا لأن فيه وحدة ناتئين ومنهم كتير خطيرين ومنهم إفلعت بس طرفهم ما بيعجبنا كتير وطريقة تطورهم ما بيعجبنا لازم ينشيله فإذا بيوجه الشاب اللي بيحلق ما منهمله عند الصبية على السوتين محل ما بيحف الشوامي لازم دغرة تنشيل المناطق الحساسة بالجسم ولسية ما الحلمة ما منترك شوامي ذكرت بالوجه بالميكوزة تبع الفم ومننزل بعدين على منطقة السنتير والزنار ما نحب لأن بيصير في عليا حاف المناطق التناسلية ممنوعة نترك شوامي بس أكتريت الأوقات في عندنا أشياء مش شامية يعني عند الشباب وعند الصبية مرات بيبقى في فيروس تلولة أو أشياء بس لازم نميزون حتى توليل بدون شيل أكيد بس كتير بيجينا شباب مرات على منطقة التطخير بيبقى في شامية ومقصوصة بنصها وهذا ممكن تعمل مشاكل ممنوع نترك شامية بهالمنطقة هاي منطقة إنقلاب من شامية عادية لميلانوما كبير لازم نعملها بريفنشن مش ننطور لوقت السراطة فيه ساينز بيدلو دكتور سيركيس أنه هاي رح تنقلب لميلانوما العلمات الذكرتهم علامات كتير مهمة ما لازم نهملهم يعني إذا تغير اللون إذا تغير الشكل إذا الحاول أصر فيه متوقات درماتولوج أو المادسين دوفامين تبعوه تيوجهوا كيف نعالجهم ثانياً وقاية كاملة قدام أشعة الشمس لكل الجسم إكران أكيد خصوصاً على الشميات ما منطلع وعنا شميات بطح ومنتركها تتعرض فيه ناس عندهم شميات بإجراء ويمكن يستعملوا الشفرة بلما ينزلوا على البحر ليعملوا إبيلاسيون هذا الشيء اللي ما منحبها ما منحب نجرح الشوامي لذلك حتى بشهل الشوامي وزملائنا الديرماتولوج بيعرفوا لكن اللي بيتعاطل التجميل وهنا مش أطباء ما بيعرفوا أنه كل الشوامي ممنوع أحطى لأنه منترك شلوشة جوة وممكن يقلب لميلانوما بس منشيل الشمية بحسب المبادئ الجراحية الأصيلة وخاصة بعائلات الميلانوما ينبغي شايلة مع جذورة بطريقة جراحية برج موضعي أكتر الأوقات بس منشيلها بطريقة وبيطلع الجرح أجمل بكتير منجلفها جلف ويطلع كالوييد محلة فإذا القصة منا خطرة ما بتعلم دبطور عم نسأل شي تجميلة ما قالوا على أب مرض بتعلم لما تنشيل الشمية بتترك محلة أثر سيكاتريس جمالاً كل منطقة بجسمنا ربنا عطيها دايركشن معينة بس نحترم الطرقات وجمالها نوان نوان بتبقى وما نجي بربنديكولار على الكولاجين ونحترم طبيعة الجسم أكتر الأوقات ما بيعلم ولو علم بتكون تعليمة مخضومة وبتتناسق مع تعجية الجلزة المستقبلي يعني جمعة الجيحكم بلا ولا شامية تشليهم كلهم شو بيع الميلانوما بالجسم الميلانوما بس تأذكر كمان نهاية الأمر لأن ذكرنا وين الميلانوما بدأ أرجع شدد على ميلانوما كعب الإجر والإجرين ليش كعب الإجر أهم من كل الجسم؟ كعب الإجر اللي أهم نمشي نحنا على إجرنا شريت جلدة الإجر آسية ومرات الأسود بيكون تحتها ما عنده قوة يخرق الغشاء الخارجي الإبيدرميك وعنده إمكانية يفوت مرات لجوة وبس يبين بيكون عمل تقرح أجمالا بيكون طولات كثير كثير أنا بأسف يبعثوا لحالة يكون في عنده ميلانوما عملة تقرح بكعب الإجر لأن كثير بيكون الوضع الشريس خاصة ميلانوما كعب الإجر أجمالا يعني عادة بيكون من النوع المنسميه نودولار يلي بيعمل اختراء داخلي والميلانوما بس يقطع 0.75 يعني عم نحكي مليمتر يعني أقل من ملي أورادي صار شريس دونك الصطمة مش قصة إنتقل على محلة تانية بجوة الميلانوما قبل ما يبلش بس نشيل الشمية مبروك انتهى كل شي بس نقطع معدل معين بصير عنده إمكانية إنتقل الآن ما بدي أرعب لا مرضاي بالعكس بحييهم لأن أكتريتهم أكتريت المرضانة اللي عندهم ميلانوما نحن وإياهم ماشيين مع بعض مثل ما بيقولوا بيدق بمتابعة كثير منيحة لأن الميلانوما منه سرطان عادي ما فينا نعاجه مثل بقى السرطان الميلانوما ما منعاجه بالشيميوترابي شو بتعمله بس بالجراح عنده علاجات مناعية وهو قصة كبيرة لقلنا خصوصا نحن المخترعين والطباء الشيرشير لنعمل الريسيرش لأن نعرف أن الميلانوما هو موديل للمستقبل يعني الله راد بعد 20 سنة بيكون حد قاعد محلي عم بيحكي ويخبر كيف الميلانوما كتير ممكن بيأبرز صغيرة بيشفى كليا لكن اليوم بعدنا ما وصلنا لها الشغلة في أدوية جديدة صنعنا نعرف قصة كتير كبيرة بالميلانوما يلي هي البراث وبنقدر نفهم الميكانيزم الداخلي بس بعد ما وصلنا للحل النهائي كيف أحب يعرف أنه عنده ميلانوما كيف تعرفوا إذا ميلانوما أو شيء تاني إن شاء الله ما حدا يكون عنده هم يعرفون بيبين بفحص دم بيبين أبدا الميلانوما هو شيء خارجي قليل كتير الميلانوما اللي بيبينه جوه ولا سمح الله بس نفتح بطن لعقدة مصران ويطلع في ميلانوما بالبطن ما بيكون مبلش دغري من جوه بيكون مبلش بره بيكون مبلش بره وفيت لجوه لأن الميلانوما بس ينتشر لجوه بيحب الأمعاء بيروح محلات غريبة الميلانوما ما بيخلي منطقة غير برحلة بيحب كتير الكبد في منطقة بيحب كتير الميلانوما وأنا بكره تصرفه للميلانوما لهالشغلة الخاصة فيه بيحب الانتشار بالدماغ ولذلك كتير مرات بيكون شخص هامل حاله واجمله منشوفه عند أشخاص كبار بالعمر وعنده شمية ومخبية سنوات وهي مكرحة وما عادت شمية صارت ميلانوما بيجي لعنا بيقول لنا مفلوج لأن لهي أعامل جلطة على راسه نعمل صورة ما بيطلع جلطة بيطلع الميلانوما منتشر على الدماغ والملانوما بالدماغ عنده كاركتير بينزف لذلك بس الميلانوما يوصل للدماغ عم بيقول أنا الصورة البشعة بنهاية المطاف ما بدأ كل شخص معه ميلانوما يفكر بهالموضوع دكار؟ لأن اي واحد ماشي وعمل أكسيدون كمان خطر سير بلبنان أخطر من الميلانوما فإذا لا لا نحن 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 عن هذا لأن أعرف ما معه ميلانوما تكلم العائلات التي فيهم ميلانوما لازم يروحوا يفحصوا ويشوفوا كل شي مية بالجسمه إذا هي خطرة على الأمر لازم نعني شي اسمه العائلة إذا ما فيه طبيب عائلة ما منعرف إذا في حدا عنده ميلانومة بالعائلة نو إذا ما بنعرف معناته أحسن لأن إجمالها إذا في حدا للأسف عطول فيه فيكتيم فيه ضحية بالعائلة إذا نحنا ما عارفين أنه هالعائلة فيها يوم من الأيام نعرف أنه حدا مريده مات بس نفهم لا يمات نعرف أنه طلي عنده ورم أسود لكن ننتبه كمان خصوصا بالعائلات اللي عندون أورام سوداء أنه الميلانومة ما دايما لونه أسود هو بنسميه الأسود لأنه أكتر شي مرتبط بالشميات والأشر بس مرات بيكون الشمية شمية بيضة بنسميه للنبيوس أميلانوسيت يعني ما في بقلبه ميلانوسيت عطية عطي اللون الغامئ بتطلع بيضة هذه الشمية مع الطبيب ننتبه خصوصا بالعائلات اللي عندون أورام ميلانومة بس هذه الحالة ما ننشوفها إذا الشمية بيضة منشوفها أكيد منشوفها واحد يشوف شمية بسموها حسونة أبيض بس بيضة بتكون آآ أوكي بكونوا لونة فاتح بس تكون مثل الشمية شكلا يعني رجوز يعني رجوز بتدسة بتشوفها هيدا لازم الطبيب يحددها إذا الشمية أو مش شمية ما دغر نسميها فيبرام أو مولوس كان باندولام أو فيروسي بورييك في كتير كتير إشي بتطلع بالجسم بس نشوفها ونفحصها نلاقيها الشمية بعائلة ميلانومة لازم نشيلها طيب بس اللي ضروري ضروري حتى إذا في ميلانومة وما في ميلانومة هنه الشمية اللي بقلب العين بقلب الفم بقلب حول الأعضاء الجنسية وداخل الأعضاء الجنسية واللي هنه بيين وشرجية واللي بيحفوا على السنتور أو على البراء وشو كمان وكعب الإجر وكعب الإجر صار فيك تنجح بالفحل وصار تشغلك اللي يتها الأمي واضح ما نعالج بواسير إذا فيه وحدة سودة ونرأي ما عم تتعالج لأن كثير بزعل بس يجي المريض وعمل تكررحات وتكون ميلانومة بهالمنطقة وهي مش جميلة بأي عمر ببينوهو الدكتور سركيز بكل الأعمار فيه وحد يكون صغير ويعمل ميلانومة الليلة الميلانومة قبل نهاية المراهقة جميلة ملاقيها بعد الأدوليسانس وبالعمر الأكبر إذا شلناهم بيروح الخطر على الآخر الشامية اللي تنشيل على أصولها بيروح خطرها هي مية بالمية الجسم اللي معرض بيضال في الخطر الصغير مثل ما قلنا يطلع شيء دون شامية يفرخ شيء بس لدينا مدغرة نكون حاضرين ونكمشها من أولا ونشيلها قبل ما يصير أبدا هي مرحلة تصير خطرية هي دغرة بتصير 0.75 مليمتر؟ كل شيء بالجسم دو يفرخ بدو يطلع بـ 0.01 بيرجع تا يوصل يعني أنا بتمنى نقدر نشيلهم قبل ما تسمك على 0.1 بس يبين أي تحولة لأن حتى بالشامية بس يبلش يصير فيها تغير ما دغرة بتصير كلها ملانومة بيبلش نقطة صغيرة وبس نلاحظ إنه في شيء تغير منشيلها وممكن يقول لنا شامية بس بلش تحول فيها وبنقله للمريض مبروك انتهى الموضوع وما بحاجة نعمل شيء تاني أحسن ما ندخل بورشة تانية بكرة سمحة للكلينك مرسي دكتور الله يبعد الأمراض عن الجميع بعد البريك لح تكونوا معنا ديم بكي طاب خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة